لكن احنا بنقول انه لما السيد الرئيس مبالي هتكلم كلم على التلتاشر دفتة وتكلم بروح مسؤولة عن هذا الشعب المصري العظيم وهو مقدر هذا الشعب ومقدر تضحيات هذا الشعب لكن اكد على حاجتين شجاعة القرار والاستعداد للتضحية وعشان كده تكلم حتى في النقطة هنا سمسفة الحديدة تكلم على شعبيته قال ان كان عندي شعبية قد لا تتكرر في بداية حكمه قال وانا اتخذت قرارات صعبة ومؤلمة ومريرة استدامت لهذه الشعبية وانا عارف اللي هيحصل وعشان كده بيقول ايه يعني اي حاكم لديه شعبية ولديه ارضية يستخدمها يوظفها لصالح بلديه السيسي ما اسأل له كان ممكن جدا مسأل السيسي محل اجماع في 2013 اجماع النتيجة كانت سبعة سنية ثمانية من عشر في المية احنا اللي اطلعنا في الشهور احنا اللي طلبناه احنا اللي قلناه تعال يا فندم صحيح الرجل تحمل ما لا يتحمله بشر في فترة حكم الاخوان السنة لم يكن عفتح سيسي هو بتاع 3 يوليو بس لا فتح سيسي من 25 يناير عفتح سيسي مدير مخابرات حربية كان بيدير دفة الازمة جنبا الى جنب مع سيد مشير تنطول عفتح سيسي لما دافع عن الدولة في 8 ديسمبر وطلع بيان لما دافع عن الدولة ضد محاولة ان يعقد اتفاق دفاعي مع ايران لما دافع عن الدولة عندما ارادوا تسليم حلاب وشلاتين للسودان عندما دافع عن الدولة والتقى ابناء سينة وشيوخهم وعواقلهم عندما شعر ان محمد مرسي سيعطي مساحة كبيرة جدا للحمسويين ليقيموا فيها معسكرات ثم تتحول ارض وتقام دولة غزة الكبرى الرئيس سيسي عندما دافع عن ثوابت الدولة وعن جهاز الشرطة واقف بكل قوة لم يكن هو فقط بتاع 3 يوليو بالعكس عشان كده احنا بنقول الرجل اللي عنده قناعة بهذا الشكل واللي عنده القدرة وعنده القوة ان يقف مع الدولة في فترة حكم الاخوان وانا اعديك مثال وفيه ناس شاهد عليه محمد مرسي يوم 30 يونيوم كان لقى محمد ابراهيم وزير دخليه لقى محمد ابراهيم مشي 2.5 من مكتبه 7.5 كان بيكلمه محمد مرسي قال له انت والسيسي انا هحكمكم لو حصل حاجة في البلد انا هحكمكم وانتو الاتنين ومع ذلك كان موقف الشرطة موقف قوي والحقيقة انا يعني كتبت عن الجيش وكتبت عن وقوفه مع الثورة وكتبت عن القضاء انا كتابي ده اللي بعمله دلوقتي واكد يعني انتهى منه عن الشرطة وموقفها مما حدث الشرطة تعرضت لمشاكل وازمات ومؤامرات داخل اقسام الشرطة ما كانوا يقفلوا الاسم على المأمور لما كانوا يخش المدرية ويقفلوها الشرطة واقفة بكل قوة وبكل جسارة واحمد جمال الدين اذكرك يوم عشرين نوفمبر لما خرج ايده في ايد السيسي كانت اشارة والله هو محمد ابراهيم لما بلغ السيسي قبل تيتينوليو وقال للشرطة في ظهرك ووراك ولن نتخلى عن الدولة ولا حنواجه المتظاهرين السلمين ولا حنحرص مقارات الاخوان